نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من بعض المواقع الإلكترونية المنسوبة لوزارة القوى العاملة بزعم توفير فرص عمل للشباب بشركات خارج مصر وأكد المركز الإعلامي أن تلك الإعلانات وكذلك المواقع الإلكترونية المتداولة وهمية ومزيفة ولا علاقة لها بوزارة القوى العاملة مشددة على أن أي فرص جديدة للعمل خارج مصر يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة وناشد المركز الإعلامي الجميع بتحر الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر الأخبار مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروج تلك الإعلانات الوهمية